السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد لنا نتكلم فيه عن خبر ما كان شوفي عنه يستنى انا كنت هصور فيديو تاني ولكن الخبر ده كان لي الاولوية لان هتكلم عن شركة اونر واحتمالية رجوع خدمات جوجل لها من تاني ولكن قبل مدى في اي حاجة بتستهش تعمل لايك تشيرك في القناة وتفعل الجرس لان الخبر ده انا متحمس ليه جدا بعد المشكلة اللي كلنا عارفينها بين جوجل وهواوي شركة هواوي قررت بشكل كامل ان هي تبيع شركة اونر وانا عملت فيديو تكلمت عن الصفقة وكلمت عن القصة دي كلها لان فيه جهة هنتكلم تاني في الموضوع ده انا جاي يتكلم معاك عن شركة اونر ومفاوضاتها لرجوع خدمات جوجل اجهزتها تاني فها حاليا بتجهز لجهاز البي فيفتي برو المفروض ان هي كانت تطلق البي فورتي برو حسب بقى يعني تسلسل السلسلة اللي هيبشة عليها ولكن الشركة قررت ان هي هتوقف نزول البي فورتي برو علشان هتنزل على طول بالبي فيفتي برو اللي لو اتكلمنا عن تصميمه هقولك ان هو مستوحى في شكل شبهه الكامل من اجهزة هواوي في الفلاك شب الجهاز هيجي مقامل بنقى بمعيار اي بي سبعة ستين لو نتكلم بقى على الشاشة اللي حرفيا فيها امكانيات رهيبة ولكن بالرغم ان هي رهيبة هي مجاربة على اجهاز في فلاك شب لان الشاشة هتجي بتقنية التمبت واللي بتدعم مليار لون اللي هو اصلا ان الانسان بيشوف حوالي اتناشر مليون لون بالعافية فما بالك بقى مليار لون هام بيهم ايه ولكن هتقنية موجودة في الجهاز بالاضافة ان الشاشة بتدعم التو كي الف اممية واربعين في تلات تلاف ومتين بيكسل معدى عن مهل المية وعشرين هيرتز تردد وتردد اللمس بأسر تلات ومتين هيرتز مية اتش دي ارتين بلاس وبتدعم نتس الحاد الف ومتين وانا شايف ان دي موصفات قوية ولكن هي مش جديدة على جهاز فلاكشيب لو اتكلم بقى عن الكاميرات بتاعت الجهاز فهو جاي سلاس الكاميرات مش اربعة الكاميرا الاساها جاب دقة خمسين ميجا بيكسل ويمكن هم مختارين خمسين مع البي ففتي عشان يبقى فيه تنصق بينهم مع فتحة عدسة قوية جدا واحد وسبعة من عشرة ودي معناها فتحة عدسة عريضة مع مستشعر من سوني جيل حديث ومتطور فانا شايف ان الكاميرا دي هتكون منافسة جدا لأي جهاز هينفسها مع كاميرا اللي بتلي فوتو وكاميرا الترا وايض الجديد بقى في المعالج المعالج جاي من كوالكم سناب درجون 888 المعالج ده جماعة احنا اتكلمنا عنه في فيديو تفصيلي المعالج ده جبار بمعنى الكلمة امكانياته رهيبة هسيب لك الفيديو في حلامة الاي تروح تشوف الفيديو ده حاجة بصراحة كمية معلومات لو ما شفت الفيديو هتضيعها عليك مع رام هي الاحدث من نوع LPDDR5 وسع التخزين او صلع التخزين من نوع UFS 3.1 جاي زيجي منه نسخ متعددة رام 8 مع مساحة 128 رام 12 مع مساحة 150 مع وجهة اونر ماجيك يو اي 4.0 ولكن فيش خبر مؤكد عن دخول خدمات جوجل في الجهاز ده بس بصراحة انا شايف طالما الشركة هتستخدم معالجات امريكية فمش بقيت خدمات جوجل ترجع وفي الحالة دي هيكون خبر صار جدا لكل عشاء هواوي لان كانت اونر براند مستقل او طالع من تحت هواوي فانت بتتكلم برضه تحس انك ماسك حاجة من هواوي والمرة دي بخدمات جوجل فانا شايف ان الخبر ده سحق لايك ليا ولشركة اونر طيب البطاريات هتتجازة تيجي بسعة 4400 ميليا امبير يمكن يعني تستصغر حجم البطارية او ساعتها شوية ولكن لما نتكلم عن الشحن الطيارة السوبر اللي جاي بسرعة 67 واط ولو نتكلم عن الشحن اللي سلكي فهو بقدرة خمسين واط ودي سرعة جبارة انت بتتكلم شحن اللي سلكي الخمسين واط حاجة طفرة حاجة جبارة فعلا مع شحن عكس بقدرة العشرة واط فابس راح نتكلم على قدرة شحن او بطارية حاجة لايه غبار عليها كل شيء هيبان من تسريبات مواصفات الجهاز ده خلال ايام لان هيتم الاعلان عن الجهاز ده خلال ايام قليلة بس اللي انا شايفه بقى ان الشركة اونر تهتم اكتر بالفئة المتوسطة لان الفئة المتوسطة هي اكتر فئة بتبيع وتقدر ترجع نفسها السوق تاني لما تشتغل على الفئة المتوسطة ودي المعلومات اللي درتك معا عند الونر بي فيفتي برو انت رأيك ايه في الكلام ده ورأيك ايه هل شركة اونر فعلا هتقدر ترجع تاني للساحة وتستحوز على خدمات جوجل ولا لا وهل مصير شركة هواوي هيروح للعربيات او السيارات الكهربية هي حاليا بتركز او على السيارات الكهربية ومعرفش هي اتجهت للاتجاه ده هل ده ايجي على حساب الهواتف ولا لا انت برضو شارك برايك في تعليم واسه كده هديكت كل حاجة في فيديو النهاردة اتمنى يكون الفيديو فاتحك وعجبك ولو الفيديو عجبك تستحوز طبعا تعمل لايك تشترك في القناة تفعل الجرس عشان تتابع معي كل جديد وكال عادة يا شباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد سلام